موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذه الحلقة من حوار الساعة والتي نسلط الضوء فيها على تطورات المتلاحقة في المنطقة في سوريا تبدو الخارطة الميدانية أكثر تعقيدا من ذي قبل وفي ظل عدم فرص الحل السياسي تبرز دعوة روسية إلى التحاول بين الحكومة والمعارضة السوريتين كشف عنها من موسكو رئيس الاتلاف الوطني السوري السابق معاذ الخطيب فالتنجح هذه الخطوة في فتح كوة في جدار الأزمة السورية وفي العراق عودة عسكرية أمريكية بالتقصيد في ظل احتدام الميدان بين داعش والقوات الأمنية العراقية تسندها العشائر وفي الملف النووي الإيراني الاجتماعات تتواصل في سلطنة عمان الأمريكيون يقولون إن الهوة ما زالت كبيرة لكن من الواضح أنهم يريدون الاستمرار في التفاوض بغية التوصل إلى حل سبقت هذه المفاوضات رسالة لافتة وجهها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنائي أما في أوكرانيا فحدة الخلافات الغربية الروسية تزداد إلى درجة أن الغربة جرؤ ووضع عددا من الشخصيات المقربة من الرئيس الروسي فاديمير بوتين على لائحة العقوبات ما رؤية موسكو للحل السياسي في سوريا في ضوء استقبالها وفدا من المعارضين السوريين برئاسة الخطيب وهل هناك إمكانية ما لرسم خارطة لحل ما كيف تنظر إلى العودة الأمريكية العسكرية لواشنطن إلى العراق وما تقويمها للضربات الغربية ضد داعش حتى الآن كيف قرأت رسالة أوباما إلى السيد خامنائي وهل نرى اتفاقا قريبا حول الملف النووي الإيراني وألا ترى أن الغربة ذهب بعيدا في الملف الأوكراني وكيف سترد وأين لمناقشة هذه الملفات وغيرها يسعدنا أن صديفة هنا في استيديوهات الميدين سعادة السفير الروسي في لبنان أليكساندر زاسبيكن أهلا بك سعادة السفير طبعا سنحاول في هذه الحلقة أن نقدم مقاربة أو نرسم صورة للتطورات السياسية والميدانية بدءا من سوريا مرورا بالعراق والمفاوضات النووية ووصولا إلى أوكرانيا لنجيب عن سؤال يراود الكثيرين سعادة السفير هل تكرست فعلا عودة الحرب الباردة في العالم الآن لكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الحوار سوف نتوقف مع تقرير للزميل قاسم عز الدين يقدم قراءة لهذا الواقع الذي تحدثنا عنه في المقدمة الملفة الأساسية التي أدت إلى تأزم العلاقات الروسية الأمريكية لا يبدو حلها بمتناول الرئيس الروسي وقد لا يكون حلها أيضا في يد الرئيس الأمريكي إذا توفرت له الإرادة واشنطن ترى توسع نفوذها في أوراسيا حول روسيا مصلحة حيوية استراتيجية لاقتصادها وشركاتها الكبرى لا تسير على خير ما يرام إذا لم تستند إلى حماية أمنية وعسكرية من الحلف الأطلسي في المقابل يدافع الرئيس فلاديمير توتن عن موسكو والكراملين في مواجهته التوسع الأطلسي في أوكرانيا وقد حاول التوصل إلى حلول وسط في تحييد أوكرانيا عن الأحلاف مقابل تسهيلات الغاز لكن البيت الأبيض قفز فوق الاتفاق الذي دعمته ألمانيا الملف نووي الإيراني أكثر وضوحا في عدم قدرة الرئيس الأمريكي على حل ما هو قابل للحل المفاوضات الأخيرة تشير إلى أن أوباما يبحث عن ذرائع تتلاف هرج إسرائيل ومعارضة الكونغرس الجمهوري كما ترضي حلفاء أمريكا في الخليج وفي هذا الإطار يطلب من روسيا وإيران المساعدة على تذليم صعوباته في سوريا حاول حلفاء أمريكا تغيير الواقع الميداني نحو تفكيك الدولة السورية وأسقاط النظام فدعم تركيا ودول الخليج للمعارضة المسلحة أسفر عن انقسام هذه المعارضة بين داعش والنصر وبينما كان يتوخى أوباما المساعدة الروسية لتوسع النفوذ الأمريكي في سوريا وفي المنطقة بات يطلب منها المساعدة لمواجهة داعش وأسقاط النظام على السواء روسيا في موقع الدفاع تنظر في تفاقم أزمات واشنطن بين جموحها للتوسع وقدرتها الفعلية على تحقيق رغباتها فالرئيس الروسي يمد يده لأوباما إذا أراد الخروج من محيط العواصف مقابل التفاهم على حلول عملية لكنه يحذر من أن يده يمكن أيضا أن تقذف إلى قاع المحيط سعادة السفير سنرسم كما ذكرت خارطة للمنطقة لنبدأ من سوريا الحدث الأبرز سياسيا في الملف السوري كان الكشف عن الزيارة التي قام بها رئيس الإتلاف الوطني المعارض السابق معاذ الخطيب وهو قال أنه التقى بوزير الخارجية الروسي وأيضا التقى ببوكدانوف وذكر في معرض حديثه في رسالته التي وضع على الفيسبوك قال بأنه قد تشرق الشمس من روسيا برأيك إلى ما هدفت من هذه الزيارة ومن هذه المحادثات وما هي المعطيات الروسية حول هذه اللقاءات أظن أن هذه المواصلة لنفس النهج النهج رامي إلى إجادة التصوية السياسية بمشاركة أوسع ما يمكن من الفئات السياسية والاجتماعية السورية فهذا الجوهر الاتصالات مع بين الروسي دبلوماسية روسية مع ممثلي الأغزاب وفئات السورية وزيارة معرض الهطيب هذا كأحد المحطات في تطبيق هذا النهج ربما خلال الفترة الأخيرة لم تكن هناك الفرص الكبيرة لمثل هذه اللقاءات ومثل هذه النشاطات نتيجة لتظاهر العام في العلاقات الدولية والمناخ غير مؤهل ولكن طالما خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك تنشيط لهذه الجهود وزيادة الاهتمام لهذا الموضوع وفعلا يعترف مجددا أنه بدون الجهود نحو التصوية هناك المأذك فلذلك مثل هذه الزيارة وربما الخطوات الأخرى يكون لديه إيجابي يكون تأثير إيجابي والكلام سيد مؤسس الخطيب طبعا هو كلام جيد بنسبة لسمعة روسيا ولكن إجمالا أظن أنه هذا يناسب لجوار ما نحن نريده سعد السفير هو تحدث عن أن روسيا دعت إلى اجتماع يُعقد في موسكو يحضره ممثلون يحضره السيد معاذ الخطيب إضافة إلى معارضين آخرين وفي المقابل يحضره شخصيات من الحكومة السورية هو قال بأن هذا الاجتماع ربما يكون جونيف ثلاثة تحضيرا لاجتماعات أخرى في جونيف هل لديك معلومات تحديدا حول هذه الخطوات الروسية تحديدا في ملف الاجتماع الذي سيُعقد في موسكو أنا أعتقد أن الصيغة لهذا التحرك لسا ما تبلورت بشكل دقيق فأنا أتذكر أنه سابقا كانت لدينا الاقتراحات مثلا لإجراء اللقاء التمهيد مثلا في موسكو لعدة ممثلين المعارضة وسلطات سوريا وبعد ذلك الانتقال إلى جينيف على أساس أنه عدد المشاركين في موسكو ممكن يكون الأطراف السورية ربما في جينيف يكون ممثلي أوسى من الأطراف الدولية والإقليمية أما ما هو اليوم مطروح لسا ما تبلور ولكن على حد الأدنى كلقاء تمهيدي هذا طبعا يكون مفيد والشيء تاني أنه هل هذا ممكن يكون المباشر اللقاء المشترك أو اللقاء على الانفراد هذا أيضا لسا ما عرفناه على كل حال نحن نتوجه نحو هذا الهدف أن يكون هناك اللقاءات مع المعارضة السياسية ومع السلطات السورية لما نشوف المواصلة لأملية السلام كما ذكرت سعدة السفير هناك ربما خطوات لاحقة لإتمام ما حصل في موسكو كما نعلم يجب لا ندري هل الحكومة السورية موافقة هل أخذتم موافقة من الحكومة السورية أدن هناك طرف رئيسي في هذه الأزمة وفي هذا الملف هو الجانب الأمريكي هل تم التواصل مع الجانب الأمريكي أيضا في التحضير لهذا اللقاء ما هي معطياتك يعني أول شيء بالنسبة لطرف السلطات السورية كما هو معلن وزير الخارجية سوف يكون بزيارة لموسكو ويكون البحث بالتفصيل هذا المحطة الأساسية لتنسيق في التنسيق مع النظام السوري فيما يخص بالجانب الأمريكي فاللقاء الأخير مع كيري أيد لفروف كيري أيد أن الموضوع السوري كان من أول بنود المناقشات وجدير بالذكر أنه كيري وافق كما عرفناه من التصريحات أنه يجب توسيع العدد المشاركين ليس فقط الاعتلاف الوطني كما كانوا دائما مصرون عليه الأمريكان على ما يبدو ربما الآن إذا تم التغيير للموقف الأمريكي نحف هذا الاتجاه فيكون جيد لا أعرف في بعض الأحيان هناك أمريكان يتغيرون مواقفهم ولكن اليوم ممكن القول أنه ربما إذا كان تواجه هذا صحيح هذا إيجابي يعني هناك اتجاه لتوسيع المشاركين الأطراف المشاركة في أي اجتماع مقبل إن كان في موسكو أو غير موسكو هذا رأي روسي منذ الأول وحط الآن ونعتبر أنه هذا هذا الشيء أساسي لإنجاح أي اجتماعات نحن كنا نعتقد قبل كل الأحداث الأخيرة أن يكون هناك جنيف ثلاثة أربعة خمسة ربما وهناك توسيع للمشاركين هذا كان الاتجاه الأساسي هل لديكم أيضا اتصالات مع جهات أساسية أخرى في الأزمة السورية نتحدث عن إيران عن تركيا عن السعودية هل أيضا لديهم ثقل في الأزمة السورية لدينا العلاقات الاتصال التقليدي فيما يخص بأخر المستجدات يجب علينا أن نتحدث عن ما هو المقصود أظن أن هذا المقصود اللقاءات الأخيرة الجولات للوسيط دمستورة في المنطقة وخارج المنطقة وما يتبلور الآن من هذه الاتجاهات وكيف ممكن يكون التلاحم الجهود الخارجية مجددا حول فكرة التصوية السياسية لأن أصبحت الفترة الانقطاع فلذلك يجب مجددا نعود مرة أخرى خزن في الاعتبار للمستجدات الإقليمية والسورية أعتقد أن هناك واقعان ربما يجب أن يأخذهم بعين الاعتبار من يتابع الملف السوري تحديدا هناك الاتلاف الوطني السوري الذي يقال أنه يمثل المعارضة رئيس الاتلاف بالأمس علق على ما قاله الخطيب وقال أن زيارة الخطيب إلى موسكو هي زيارة خاصة ولا تمثل الاتلاف أيضا من جانب آخر هل هناك هل ستتواصلون أيضا مع الاتلاف ليكون لهم ممثلين في أي لقاء بنسبة لنا نحن سنتصل مع أي واحد من السياسة من المعارضة السياسية ولدينا أنتم تعرفون أننا لن نتصل مع الإرهابيين وأما مع الجهات السياسية بطبيعة الحال شيء آخر أنه نحن نعرف أنه الاعتلاف هو دائما بالعلاقة مع الغرب أو مع الأمريكان بالتحديد فلذلك هو الوزن من هذه الزوية بنسبة لنا الوزن الأساسي داخل السوري فلذلك المنظمات أو الفرق الموجودة داخل السورية هم نعتبر الأساس كالفصائل المعارضة ومن لديهم أغلبية التوجه الوطني الخارج مثل الاتلاف هم على مدى السنوات بعيدين الواقع السوري ولا يوجد هناك الربط المباشر مع الداخل هناك في بعض الشخصيات أو في بعض الفصائل أيضا خارج ولكن مرتبطين أكثر على كل حال كل واحد عنده وزن معين فإذا كان نستطيع أن نضمن مشاركة أوسى ما يمكن أخصر طالما ذكرت سعد السفير أنكم لا تتواصلون مع الإرهابيين ربما تقصد تنظيم داعش وجبهة النصرة على وجه الخصوص لكن إذا نظرنا إلى الواقع على الأرض من يسيطر على الأرض الآن على الأرض بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة بأغلبها هي يسيطر عليها النصرة وتسيطر عليها داعش المجموعات المسلحة ربما المرتبطة بالاقتلاف الوطن المعارض لا تسيطر على 10% من هذه المناطق إذا ذهبنا لنتحدث عن مناقشات ومحادثات سياسية وديبلوماسية ومؤتمرات ما الذي تنفع هذه طالما أن هؤلاء ليس لديهم سيطرة على الأرض ومن يسيطر على الأرض هم جماعات إرهابية هذا دائما هناك السؤال ليس فقط بالنسبة لنزاع السوري على واجه الأموم هناك إذا كان فيه نزاع ونحن شائفين أنه ما هو الوزن للمجموعات السياسية التي بطبيعة الخال لا تملك المقاتلين ولكن في العملية السياسية هناك ربما البرامج الأفكار أو السمعة معينة في ما بين المجتمع يلا بدور فلذلك حتى إذا كان في المجموعات بأدت بسيط ولكن بالبرنامج يكون مغري أو برنامج يكون مفيد للمجتمع السوري ككل المستقبل السوري فممكن يكون عنده وزن فلذلك نعتبر أنه كل واحد ممكن يلعب دورا إيجابيا من هذه ناقية بغد النظر أنه كان هناك عشرة أشخاص مئة أو أكتر أما المجموعات الإرهابية ممكن اليوم يكون كبيرة بعدين بتصير من خلال المعارك أصغر من خلال موقف التمويل مثلا يكون أصغر على كل حال سعادة السيفير سنكمل الحديث عن الوضع الميداني ورؤية روسيا لهذا الوضع وتحديدا الضربات الأمريكية التي بدأت منذ أكثر من شهر لكن سوف نتوقف الآن مع فاصل قصير مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لمتابعة هذا الحوار أهلا بكم مشاهدين الكرام وأرحب بكم مجددا وأرحب أيضا بسعادة السفير الروسي في لبنان أليكستاندر زاسيبكن ضيفنا في هذا الحوار كنا نتحدث عن الوضع الميداني السوري سعادة السفير طبعا نقاشنا سيتوسع أكثر نتحدث عن العراق سنستعرض الآن في تقرير الخارطة الميدانية لسوريا والعراق السلام عليكم بين كر وفر تدور المعارك بين الجيشين السوري والعراقي وداعش فأخيرا تقدم الجيش السوري في الغوطة الشرقية وفي ريفي حماه واللاذقية ويواصل تقدمه في ريفي حلب واستعاد حقل الشاعر الغازي في ريفي حمص وسط انهيارات في صفوف مسلحي داعش أما عين العرب فمنذ شهرين وهي في عين العاصفة حيث استولى داعش على أربعين في المئة منها ولغاية اليوم تدور معارك طاحنة مع وحدات حماية الشعب الكردية والبشمرقة والجيش الحر قبل ثلاثة أشهر وبعد ستة أيام من المعارك الضارية سقطت الرقة لتكون بالكامل أول محافظة تحت سيطرة داعش الذي استولى أيضا على أجزاء كبيرة من دير الزور الغنية بالنفط والتي كانت في قبضة جبهة النصرى داعش شكل قاعدة آمنة بعدما سيطر على مساحات كبيرة شمال سوريا وشرقها من تخوم حلب إلى مدينة البوكمال في دير الزور وبعض المناطق في الحسكة وبالتالي ربط مناطق سيطراته بين سوريا والعراق أكبر تقدم لداعش في العراق جاء في استيلائه على الموصل فقد حقق مكاسب سياسية وعسكرية كبيرة وبات التنظيم الأغنى في العالم لأنه سيطر على البنك المركزي العراقي ومهد الطريقة للاستيلائه على نينو ونهب آثارها لكن قوات البشمرقة قصفت مواقعه ومع ذلك تمكن من التوجه إلى محافظة صلاح الدين ووقع التكريت في قبضته قبل عام تقريبا راية داعش السوداء رفعت في الفلوجة التي ضمنت له السيطرة على الأنبار وأثارت المخاوف من هجوم على بغداد حيث استقدم داعش عشرة آلاف مقاتل من سوريا في محاولة للانقضاض عليها عناصر داعش توجهوا نحو الرمادي وسيطروا على أحياء فيه أما قضاء هيت فلا يزال يشهد لغاية اليوم معارك ضارية الجيش العراقي سيطر على جرف الصخر في بابل والضلوعية وسام الراء وأيضا بيجي إضافة إلى إجزاء من تكريت أما الخزار سنجار وأيضا زومار فهي بيد البشمرقة عامرية الفلوجة لغاية اليوم تستعصي على داعش فبرغم حصارها وتضييق الخناق عليها تتصدى قوات الجيش العراقي بدعم من العشائر له أما كاركوكو الغنية بالنفط فلا تزال عيون داعش شخصة إليها سعد سفير هذه الخارطة ربما الميدانية في سوريا والعراق كما نلاحظ داعش الآن من تخوم حلب إلى الموصل ومن ثم إلى الأنبار وأجزاء كبيرة من محافظة نينوة طبعا هناك ضربات بدأها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الغربي هناك غارات جوية منذ أكثر من شهر تستهدف مواقع داعش كيف تنظرون إلى هذه الضربات هل برأيكم استطعت أن تحقق أهدافها أم لا هل لديكم شكوك حول هذه الضربات ما رؤيتكم لهذه الضربات منذ أول نحن صرحنا مرارا وتكرارا أن كل هذه الفكرة لتأليف التحالف بقيادة طرف واحد هذه الفكرة غير سليمة لأن الطرف واحد ولو كان كبيرا و سوپر سؤالك الأمريكان أو من يشارك في القصف الجوي من ناحية السياسية أن هناك ربما الأهداف لكل طرف هناك يوجد هدف معلن ومكشوه ويوجد أهداف أخرى فقط برعاية الأمم المتحدة ممكن أن يتنازل ترجع الأهداف الأخرى أمام الهدف الأساسي وهو مكافة الإرهاب في أحوال الأخرى الأهداف السنائية هي عمليا ستقود كل العملية ويتكون بكل اللغزة يكون هناك الطرف يتصرف كما هو يريد وليس كما هو الوجب ويفكن للاتفاق الدولي وليس باستطاعة الأمريكان يقودون بكل لغزة تصرفات للجميع ويكون هناك التلاحم المستنر سعد السفير الجميع يتفق على ربما أن هذه الضربات لم تحقق ما كان مرجوا منها وأيضا الجميع يتفق على أن هذه الضربات توجه لمنظمات إرهابية تحديدا تنظيم داعش وجبهة النصرة وأنتم تصنفون هاتين الجهتين بأنها إرهابية لكن هناك سؤال دائما يتكرر لماذا لا تشارك روسيا في عمليات القصف ليس بالضرورة مع الحلف الذي تخوضه واشنطن طالما أن تعتبر هذه الجماعات إرهابية أستراليا شاركت في القصف بعض الدول الأوروبية شاركت في القصف قطر الإمارات حتى الأردن حتى السعودية الجميع قصف وواجه هذه التنظيمات الإرهابية لماذا موسكو لم تقم بمثل هذا الأمر بكل بساطة هناك أجوبة عديدة جدا على هذا السؤال ولكن على الافتراض إذا اعترفنا طرف ما إرهابيا في مكان ما وهذا ليست تلقائيا أن يكون غدا كل الدول اعترفت بالمنظمة إرهابية في بلد ما كل الدول تقصف غدا ويكون هناك منافسة من بين كل الجيوش من يكسف الوراء الثاني طبعا هذا غير وارد فلذلك هناك البلورة استراتيجية لمحاربة الإرهاب في هذا المكان هو ليس فقط نقول وفقا لقرار مجلس الأمن هذا القرار عنده مضمون هذا ليس فقط نقول شرعية دولية قرار مجلس الأمن وفي هذا القرار مجلس الأمن يجب يكون هناك كل شيء وارد ما هي نوعية التنسيق بدرجة الأولى مع النظام الشرعي في هذا البلد فليس صدفا أن روسية منذ الأول يقول إذا صار هناك رهبة للعوداء المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب في الإراك أو في سوريا بدرجة الأولى التنسيق مع الأنظمة الشرعية وواضح أن روسية تتعاون مع النظام ين في الإراك وفي السورية وفقا للمعطيات لدينا ونحن نساعد النظام السوري ونحن نتعاون معه في المجال العسكري وهذا الشيء المشاركة مباشرة للمسال طيارين الروس أو الشيء هذا غير وارد لأنه سوريا لديها إمكانيات في هذا المجال الشيء الثاني ليس شرط أنه نحن نتهم أو لا نتهم ولكن لدينا الملاحظات الكبيرة بالنسبة للتصرف الأمريكي ونحن في نفس الوقت عشان نقول أنه نحن على نفس المستوى نفس الأكوية ونحن نتصرف بنفس الأسلوب هذا أيضا غير مناسب لنا فلذلك إجمالا إجمالا أنه ندعو إلى تعامل في هذا المجال تعاون وفقا للوسيقة التي يجب أن تتخذ بصورة مباشرة مثلا للعملية في مكان ما يعني بمعنى أنكم تطالبون باستراتيجية واضحة وتصدر عن الأمم المتحدة تكون برعاية أممية والاستراتيجية التي تنص على الإجراءات الملموسة لأن هذا وارد ممكن مجتمع الدولي ممكن ينفذ أي شيء ذكرت في معرض حديثك أنه يجب أن يكون أيضا هناك تنصيق مع الحكومة السورية لأن العمليات تجري على أرضها لكن يبدو بطريقة غير مباشرة هناك تنصيق هل يوجد هذا التنصيق هناك بعض الرسائل التي أرسلت في البدايات حتى عن طريق وزير الخارجية الروسي إبلاغ أنه ستقوم بضربات الجيش الأمريكي سيقوم قريبا بضربات في سوريا أنا لا أتذكر بهذا الشكل الدقيق أنا بعض الأخبار كانت منذ الأول وكان من الواضح عندما تم إعلان لهذا التحالف كان من الواضح أن يكون هناك تقريبا هذا التوجه ولكن هنا يجب يكون واضح أنه فعلا هذا غير متفق مع المساق الأمم المتحدة لأن المساق الأمم المتحدة يجب بلاغ المجلس الأمن فيما خدس فأما لم نناقش هذا الموضوع لكل حال كمان الردود الفعل ممكن يكون المختلفة طبعا عنوان الأريض أنه هذا ضد الإرهاب الدولي طبعا هذا عنوان جذاب فلذلك لا يوجد دعي لنقول أنه نتيجة لذلك هناك الخروب نحن نقول أنه هذا انتهاك لمساق الأمم المتحدة ولكن كيف نتصرف لاحقا هذا شيء آخر سعد السفير هل كان هناك تحذيرات روسية من أن يتم استهداف الجيش السوري أو النظام السوري بطبيعة الحال أنه كل ما يحدث خلال أكثر من ثلاثة سنوات في سوريا الهدف الأساسي لروسيا عدم سماع بأي تدخل الخارجي ماذا يعني تدخل الخارجي أسوأ الشيء تدخل الخارجي هي ضرب الأسكرية فلذلك عندما كان هناك الخطر لضرب الأسكرية كان فيه استنفار كبير جدا من قبل الروسية والآخرين طبعا وحتى آنذاك نحن لم نتحدث لم نهدد بالحرب وكنا نعتمد على التنسيق مع الجانب السوري بدرجة الأولى ومع حدث بعدين ولكن طبعا الهدف الأساسي فيما خص بسوريا عدم الدربي وعدم تدخل الخارجي سعد السفير هل فوجئت موسكو بهذه السيطرة المفاجئة والكبيرة لداعش على مناطق كبيرة في سوريا والعراق وكيف قرأتها سياسيا طبعا كيف مفاجئة أو غير مفاجئة أنه غير مفاجئة أنه التطرف والإرهاب انتشر بهذه السورة هذا غير مفاجئة بنسبة لنا لأنه نحن من أول الذين قالوا منذ الأول أن يكون هناك خطر الامتداد للنزاع السوري على المنطقة حتى سريع جدا وإلى آخره طيب خلينا أخذ مثال مثلا ابتداء من ليبيا أنه ثورة ليبي وصوار وداد بسرعة انتقلت إلى فوضى الكامل بالبلد وهذا الدرس في سوريا في سوريا تطور نحو أكثر فأكثر تطرف شيء ثاني أنه في سوريا النظام يطلح أنه نظام قوي فلذلك هو قاوم وهو لم يسمح بمسلا الاستلاع على المواكع العاصمة أو المواكع الأخرى ولكن نفس الدينامي نفس مثل في في ليبيا مثلا أنه تراكم لتراكم لزيادة القوى التطرف عندما لا يوجد الحل السلمي السياسي هناك سريعا خلال الأجهر البلد يتحول إلى الفوضى إلى صحة الحرب سعد سفير تقول أن هناك من يريد لهذا التطرف أن ينتشر بقوة من هي هذه الجهة من يريد للتطرف أن ينتشر بقوة بهذه السرعة التي انتشر بها نحن مجددا واليوم اليوم يوميا لدينا مقالات ولدينا تقارير وخلال كل هذه الفترة أنا شايف هذا كأنه خلال الفترة طويلة نسبيا منذ التسعينار السيناريو الشرق الأوسط الكبير وهذا بنسبة ل الشرق الأوسط ونسبة ل العالميا هذا للأسف نبدأ من تفكيك الاتحاد السوفيتي وتفكيك يوغسлавيا وألوان السورات ملونة في الجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في Украине مرتين يعادة رسم جديد للعالم ككل عمليا فلذلك نحن عندما نحن اليوم نتحدث على أشياء الكبيرة الجيوسياسية بدرجة الأولى نحن نتحدث على المرحلة الانتقالية سعد السفير سنتحدث حول العراق أيضا وأيضا حول الملف النووي موسكو مشاركة بقوة في المحادثات وأيضا حول أوكرانيا لكن أيضا بعد الفاصل مشاهدين الكرام ننتقل لفاصل ثاني قصير ونعود إليكم في هذا الحوار موسيقى 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 أهلا بكم مشاهدين الكرام وأرحبوا مجددا بسعادة السفير الروسي في لبنان أليكساندر زاسيبكن معنا هنا في استوديوهات الميدين سعادة السفير كنا نتحدث عن العراق وعن هذا الانتشار الكبير لداعش أوباما قبل أيام أعلن أنه سيرسل 1500 جندي أمريكي إلى العراق طبعا لينضموا إلى ألاف الجنود العراقيين الأمريكيين الموجودين في العراق البعض يعتبر أن الأمريكيون يعودون إلى الساحة العراقية ولكن بالتقصيد بعدما اضطروا إلى الانسحاب منها كيف تنظر موسكو إلى هذه العودة العودة دائما عودة مجددا أعتقد ليست لمصلحة الأمريكان أنفسهم لأنه لهم جربوا خلال سنوات ولم ينجحوا شيء آخر أنه طبعا تركوا تركوا البلد في هذا الوضع الماء الساوي عندما أصبح ممكنا هذا الهجوم تحت شعار الداعش والتغيير المجددا التغيير الكامل لخريطة العراقية ما سيجري الآن بمجيء كم ألف مزيد من الجنود أنا لا أعتقد أن يكون هناك الدور الأساسي أنا كما قلت الفكرة السابقة أنه يجب إيجاد هناك القوة على الأرض التي تقدر أن تكون بوجه الانتشار الانتشار للإرهاب وهذه المهمة صعبة جدا وحتى لا أعتقد أنه هذا الأمريكان لوحدهم ممكن أن ينظم شيئا ما فلذلك حتى لأوباما عندما أعلن هذه الحملة الجديدة قال أن يكون هناك ثلاث سنوات أو ما بارك كم سنة فلذلك لا يرونهم أبعاد لما بدأوا مجددا سعد السفير من المواحظ أن من ينظر إلى اهتمام روسيا بسوريا يلاحظ أنه ليس هناك اهتمام كبير بالساحة العراقية من الجانب الروسي ربما ممكن يكون طرح السؤال بهذا الشكل شيء آخر أنه لدينا مثلا بكل مكان هناك خصوصية معينة وقدرات معينة نحن نحن لا نعلن أبدا خلال كل فترة الأخيرة أنه روسيا هي تريد أن تكون زعيمة للعالم أو تكون قطب قطب والأخير كلام بوتين واضح بهذا الشكل نحن نريد نعتمد على الشراكة فالسورية بنسبة لسورية ربما هناك العلاقات المتميزة مع السوريين لدينا التجربة بتعاون مع النظام السوري هذا هو العراق هناك خصوصيات أخرى ولا نعتبر في أي خل من الأحوال روسيا كبلد أساسي بنفوذ على الأوضاع الإراقي واضح للجميع أن يكون هنا فقط نوع من التعامل بين عدة أطراف وأمريكا حاولت معهم وفشلت صحيح سعادة السفير إذا أردنا أن ننتقل إلى ملف رئيسي اليوم يعالج هو الملف النووي الإيراني الكثير يعتبر أن حل هذا الملف ربما يكون مدخلا لحل معظم الملفات العالقة في المنطقة روسيا تشارك في اجتماعات مسقط الآن على مدى أومين كان هناك لقاءات ثلاثية أمريكية إيرانية أوروبية لم يتم التوصل فيها إلى حلول جذرية لكن في الوقت ذاته لم يطلق إشارات متشائمة باراك أوباما قال أن الفجوة مازالت كبيرة لكن يبدو أن الجميع لا يريد أن يوقف هذه المحادثات ويريد أن يصل إلى الحل ولو متأخرا عمليا ما الذي يجري في هذه الاجتماعات وهل صحيح أن الكثير من العقبات ذللات وكيف يمكن أن تذلل جميع العقبات من وجهة النظر الروسية على أساس أننا لسنا الخبراء الفنيين وله جانب سياسي أكثر مما هو جانب تقني لا نعرف بعض الأشياء متعالك بتخصيب الأورانيوم أو شيء فلذلك عشان يكون أمر بجوهره كما أنا أفهمه أنه هذه المفاوضات الأكثر فنية بالبرنامج النووي هناك بقى اثنين أو ثلاثة عقوبات الأساسية فممكن إيجاد حلها خلال هذه الفترة وكل واحد يبتداء من اللوروف والأخرين المشاركين في هذا الشيء يقولون أنه ممكن الوصول إلى الهدف بـ 24 نوفمبر طيب نحن نعتبر أن هذا الحال يكون هذا الإنجاز شيء الثاني عندما نحن نسمع أن هذه المفاوضات مرتبطة بالتفاهمات مثلا بين الأمريكان والإيرانيين حول الملفات الأخرى الشرق أوسطية مثلا فأنا أعتقد أن لا يكون هناك سيقة بهذا الرابط المباشر لأنه أو على الأقل نحن لا نريد ذلك لأنه الاتفاق حول البرنامج النووي لا يوجد علاقة بأي مشاكل الأخرى إذا كان مرتبط وهذا يكون مضر لهذا الاتفاق وللقضايا الأخرى أما إذا كان نجاح لهذا الشيء فيكون تطبيع الأوضاع حول الموضوع البرنامج النووي بتصير رفع العقوبات فهذا يفتح طريق أوسع للعلاقات الطبيعية وللملفات الأخرى ولكن ليس بربط المباشر اللافت سعادة السفير أنه قبل يومين من انطلاق المفاوضات في مصق وجه أوباما رسالة إلى المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنائي ودعوا فيها المساهمة والمساعدة في محاربة الإرهاب كيف قرأتم هذه الرسالة إذا كان هكذا طبعا نحن طرف السالس وهذا رسالة من الطرفين وشو صحة ما صحة ما بار ولكن إذا كان هذا صحيح فهذا شيء جيد لأن أوسع ما يمكن هناك التعاون بين الأطراف وتعاون مقنع أو أمام خطر الإرهاب يكون عقصا للجميع مثل ما قلت أنه رغم الخلافات السياسية أو خلافات الأخرى بمواضيع الأخرى فموضوع مكافة الإرهاب ممكن يشارك في هذا في حدود في حدود يعتبر كل واحد المعقول له ومقبول له مثلا عندما لفروف يلتق أخر مع كيري بعضين قال أنه نحن اتفقنا أن يكون هناك المناقصة للموضوع الإرهاب ممكن يكون تقارب في وجه هذه النظر وهذا أخصا للا شيء شيء أخر أنه يكون شيء مثالي بتعاون الكامل يبدو أن الوقت بدأ يداهم أن هناك ملف أساسي في الحلقة أنه يركز عليه ملف أوكرانيا سعادة السفير واضح أن الصراع بين واشنطن وحلفائها وبين موسكو وحلفائها هو في أوجهه منذ انتهاء الحرب الباردة لكن يبدو أن واشنطن قررت أن توجه ضربات لموسكو في عقل دارها وأعني هنا أوكرانيا لبل أن الغرب تجرأ إلى درجة أنه وضع سلسلة عقوبات حول بعض الشخصيات الأساسية القريبة من الرئيس بوتين البعض يرى أن أزمة أوكرانيا أصابت موسكو في الصميم وأضعفتها لسيما العقوبات ما هي المقاربة لموضوع أوكرانيا بالنسبة للأقوبات أو أشخاص مثلا هذا لا يهمنا أبدا بالنسبة للأقوبات على واجه الأموم هذا طبعا أنتم تعرفون جيدا نعتبر مدر مدر للجميع لروسيا لأوروبا من يتخذ الأقوبات وضد يتخذ الأقوبات الشيء الثاني لدينا الموقف المبدعي بنسبة للدول الأخرى وبنسبة لنحن أن الأقوبات لا تؤثر على نهج السياسي للبلد فلذلك عندما يقولون نحن يتخذنا الأقوبات فلذلك الموسكو تتصرف بشكل تالي غير صحيح على الإطلاق فنهجنا نهجنا السياسي بأوكرانيا يكون غير مرتبط عن الأقوبات فلذلك أي التلميحات من هناك أنه نحن ممكن نغير الأقوبات أو نرفع الأقوبات إذا كان هكذا هذا غير صحيح نحن لا نخص في عن الاعتبار أما بنسبة لأوكرانيا أنا أعتبر كان نزاع داخل الأوكراني خطير جدا وهو خطير ممكن أيضا امتداده وممكن أيضا تأثيره على الجميع وهذا وارد وهذا وارد الذي الموقف المبدعي من أجل الحل السياسي فهناك الاتفاقات الموجودة كان في اتفاق جنيف مثلا والاتفاق مينسك هناك الأشياء الأساسية مثل الواقف اطلاق النار وهذا هو أساسي نحن لا نريد عوضة إلى الحرب وضروري الحوار حول الأوضاع في المناطق الشرقية الجدوبية هناك عدة شروط فنحن نريد أن يكون الاتفاق بين الجمهورياتين هذه بين السلطات في كيف أنتم تعرفون كل هذه القصة كيف وصلت إلى هنا نعم سعد سفير باختصار شديد هل نحن أمام حرب باردة عودة للحرب الباردة أم أننا دخلنا فيها أم لا الآن الأوضاع ربما أكثر تعقيدا من الحرب الباردة ولكن نحن في بداية هذه المرحلة فلذلك لا نعرف أبعادها في الحرب الباردة كل واحد كان يعرف كوايد اللعبة هناك كان في قطبان اليوم في أقطاب مختلفة إذا كنا نستطيع أن نتغلب على هذه الصعوبات وأن يكون هناك موازنات هذا جيد نعم أشكرك سعارة السفير الروسي في لبنان أليكساندر زاسبكن على هذا اللقاء وأشكر مشاهدين الكرام على متابعتهم لهذا اللقاء أيضا حوار الساعة سيأتيكم مجددا في أوقاته وسنكون معكم في ملفات أخرى أشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر